من عمان معي دكتور إبراهيم الجباوي مدير عامل هيئة السورية للإعلام مساء الخير أهلا بك معنا بأي جديد على هذه الجبهة يمكن أن نعرفه من حضرتك طبعا مع علمنا بكل رؤوس الأقلام هذه وما يحدث محاولة استعادة درعة طبعا والروس لا يريدون أي قوات غير سورية هناك إيران ما زالت تحاول تسخين المنطقة بالجنوب عبر طبعا حزب الله سهل خير سهل المشاهدين كل التصريحات التي تصدر من هنا وهناك سواء من الروسيا أو من الأمريكية أو من الإيرانية أو من الإسرائيلي أو حتى من الأردني كلها لا يعلم عنها الثوار في المنطقة الجنوبية أي شيء كل ما يعلمه الثوار أن هناك اتفاقية قفضة تصعيد موقعة بين الجانب الأردني ومعه الأمريكي من جهة وبين الجانب الروسي الذي هو ضامن للنظام وبالتالي نحن نثق بضمانة الأقل الأردني بأن يبلغنا كل شيء حول ما يجري حول الجنوب هناك مشاورات لم تصل إلى الثوار بعد حول فتح معبر نصيب وهذا لم يتم البحث فيه مع الثوار حينما يتم البحث فيه مع الثوار سيكون للثوار شروطهم وكلمتهم الفصل في هذا الموضوع أما عن وجود تعزيزات عسكرية قادمة إلى المدينة الدرعة أو إلى مناطق القتال في درعة فهي ما برحت قوات النظام أن تعزز هذه المناطق وتوهم العالم بأنها سحبت الميليشيات الإيرانية من تلك المناطق تذهب بها إلى مناطق سيطرة النظام ثم تعود بها ثانية ولكن بلباس عسكري لجيش النظام وهويات عسكرية مزورة لجيش النظام هؤلاء هم الميليشيات الإيرانية لأن النظام لم يبقى لديه القوات كافية للسيطرة على تلك المناطق وبالتالي هم يهمون العالم ويعتبرون أن إسرائيل لم تعد تعرف من هم الذين موجودين أنا أدرك وأنا أعلم بأن إسرائيل بالكاد تعرف كل جندي إيراني أين يتموضع لأنه من خلال ضربات إسرائيل للمواقع الإيرانية هذا يدل على أن إسرائيل لديها المعلومات الكاملة ومن قلب النظام عن هذه القوات الإيرانية ولا سيما من عناصر النظام الذين لا يرغبون بإيران ويؤلون لروسيا وشاهدنا اليوم كيف الأفروف تحدث بلسان حال إسرائيل تحديدا طيب التحركات هذه كلها ماذا تقول لنا عن الفترة القادمة إلى أي مكان نحن ذاهبون حزب الله أيضا يعزز مواقع له بشمال درعة نتحدث عن تحركات إيران طبعا وواضحة ومن خلال حزب الله ما الذي سيحدث وفق مراقبتك بعد التحذير الأمريكي شديد اللهجة لنظام بشار الأسد والتهاتف مع روسيا بهذا الخصوص لا أعتقد أن روسيا ستسمح للنظام بشن هذا الهجوم لا سيما أن إسرائيل تعترض أن يشارك النظام الميليشيات الإيرانية في أي هجوم كان في المنطقة وكذلك الأردن تعارض على مشاركة أي ميليشيات أخرى في المنطقة أو وصولها إلى الحدود الشمالية للأردن وبالتالي فإن روسيا لن تسمح للنظام بمثل هكذا هجوم وإن تمرد النظام على روسيا وهذا لا يمكن أن يحدث فسوف نرى أن روسيا لن تدعمه جوا والنظام وإيران والعالم أجمع يدرك ويعلم بأن أي هجوم لم يكن مدعوما من الجو الروسي أو من الطائرات الروسية لن يحالفه النجاح ولا بأي شكل من الأشكال ولا بمعركة الموت ولا المذلة في بدايات العام الماضي على مدر ثلاث أشهر أكبر دليل وأكبر مثال سوف تندعر كل القوات التي ستحاول الهجوم إذا لم تكن مدعومة بالطيران الروسي تشكيلات العسكرية المعارضة هل تقوم بإعادة تشكيل صفوفها التشكيلات العسكرية لجيش الثوار والثوار بشكل عام لم تتحرك منذ أن هدأت منذ توقعت اتفاقية وقف اطلاق النار في تموز من العام الماضي وهي ما زالت مرابطة على خطوط التماس لم تغفل لها عين لأننا دائما على يقين بالغدر الروسي وبغدر النظام وما برح النظام يخرق هذه الاتفاقية هنا وهناك ولكن نحن نعلم أن روسيا لن تضمن هذا النظام بالشكل الكافي وبالتالي نحن كانت جحافل الجيش الحر على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة اقتحام أو هجوم من هنا أو من هناك وبالتالي الجيش الحر على أتم الاستعداد في حران ليلقن هؤلاء الميليشيات وبقايا جنود النظام عصاباته كل الدروس التي لم يلقاها في غير مكان أنا أشكرك جزيلا من عمان دكتور إبراهيم جباوي مدير عام الهيئة السورية للإعلام